ألاف من الناشطين المحتجين من أجل فلسطين في مظاهرات جابت شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وأكبرها في العاصمة الأمريكية واشنطن دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالمجازر والإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة توشح المتظاهرون الذين خرجوا في أكثر من خمسين موقعاً في ولايات أمريكية بالكوفية الفلسطينية ورفعوا العلم الفلسطيني مطالبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دعمه لإسرائيل ووقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة وزادت وطيرة هذه المطالبات أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في شوارع مدينة كولومبيا للمشاركة في حفل عشاء ضمن حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة تشرين الثاني المقبل هذه ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها المتظاهرون الرئيس الأمريكي كان محتجون قد قاطعوا خطاب بايدن بكنيسة في ولاية كارولينا الجنوبية وهتفوا في القاعة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما خرجت في ولاية تكساس مسيرة مركبات ضخمة رفع عليها العلم الفلسطيني ولافتات مطالبة بوقف الحرب حيث أغلق المحتجون الشوارع المحيطة بمطار جورج بوش الدولي تأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات ضمن سلسلة المظاهرات الأسبوعية التي تخرج في عواصم ومدن غربية وعربية وإسلامية للمطالبة بوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة هبريماوي تلفزيون فلسطين